قناة الأحزار الكريمة إعداد وتقديم طريق عمر رشيد حباشو رشيد حباشو أول عالم عربي التخصص في علم الأحزار الكريمة الناس الأسود وهو إحدى أنواع الألماس الطبيعي الذي للطالما اعتبر ملك الأحزار الكريمة منذ العصول القديمة وحتى يومنا هذا حيث أكد على استحقاق هذا اللقب عدة عوامل تشمل صلابته الاستثنائية وألوانه الرأيها كما أن هناك الكثير من الأساطير تحكى حول هذا الحجر وهو أساس قصة السنتبات البحري إلى جانب ذلك في العصول القديمة كانوا يعتقد أن الألماس يستخرج حقا لمنساعدة النصور العملاقة وتحتل أحزار الألماس مركز خاص جدا ومميز بين أسائل الأحزار الكريمة ومن المثلين يدهج أن أحزار الألماس لا تقتصر على كونها شفافة دعت ألوان الشفافة خاصة اللون الأبيض ولكن أنت تواجدت أيضا في الطبيعة لألوان أخرى مثل الوردي والأصفر والبني وحتى حجر الألماس الأسود شارك في القناة وانضمأ لفريق عمل رشيد حباشو لانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجع إنسان طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو أول شبكة عالمية لخباراء الأحزار الكريمة فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحزار الكريمة فحص دوري مجاني في مختبر الأحزار الكريمة ودورات كوينية في مجال الأحزار الكريمة بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحزار الكريمة اشتركوا في القناة